برقوا الحادث مرور بمنطقة المحاسن معتمدية نبرولاية الكيف يتمثل في انقلاب شاحنة على متنها ثمانية عاملات فلاحة ما أدى إلى وفاة عاملة بالقطاع على فلاحة وإصابة سبع أخريات كما قلت بعد انقلاب الشاحنة فقط حكيت الأخبار باش ما توليش العبادة تموت وما نحكيوش عليها ولا داعي لأن نعيد نفس التوردوتاب خاصة مع الفينومين هذية كنا علي في الراديو على الأقل عشرة مرات كنت أعملت روبرتاج خاص في التلفزة بالعاملات في لحيات والشاحنة الشهيرة اللي تقلب بقتها عرش قديش توفيه كانت تذكر سنية 19 20 عرش رقم كبير وقتنا بتاع العاملات اللي توفيه ومشينا صورنا بعد عام في التلفزة ومشينا نفس البقعة ونفس النساء هم أبيدهم اللي منعوا يخدموا واللي عندها أمها ماتت تخدم وتركب في نفس الكاميونة وتمشي في نفس الثنية وفي نفس المخاطر ولم يتغير شيء دونك زايدش عادوا نعموا توردو تابل وكيف نسمح وأين الدولة وأين ماذا وأين كده من باب الإخبار بشيء لعلوا فم مسؤول يلتقت معلومة من نوع هذا راوا مزالوا فم عاملات فلاحيات تقلب بهم لكمين الخاطر هزوا فيهم كيلة عليه لشيخدوا كل الصباح بشيخدوا 9000 فرنكو 10400 في أفضل الحالات وفي الأثناء اللي تموت ذاكر طفل اليدها تقصت مسكينة ومشكور مرة أخرى وديع الجارية على تدخله لأنه طلب مني منعتيش اسم وقتا ولكن تدخلها وركبلها بروتيز وبرشة ناسة تفعلت ولكن ذاكي حكينا اليوم احنا وغيرهم ما يتحكيش عليهم وتمر القضية من باب الإخبار للناس اللي تسمع فينا مرة أخرى عاملة فلاحية تتوفى في تونس والسبب النقل وكيفاش ينقلوا وهزوا فيهم كيلة عليه لشفى الكيمين جوز تعليق المشكلة والله يزيد لا 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 المشكلة معنيها في بلادنا بصفة عامة ومشكلة الخبار داي وقت يصير حادثة التشخيص العبدالكل تعرف والعبدالكل تبامبي وسنجدوا 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 التشخيص في هذية مرهون تخربيشة معنيها يمكن بش واحد ينجم ياخو ميني بيوس ويخدم على روح هو يربح والعاملات تربح والدولة تربح والجهة تربح والفلاحية كلها تربح ميني بيوس لا لا ميني بيوس معناها يخلصوا العاملات يعملوا على سعر رمزي حاتم هموا تجربوها وحنا وقتا نقضناها في الربورتاج عملوا كار نارش بقديش كما يقول ثلاثة اليف دونوتو مالفين وستاش ولا فين وسبعة تاش باربعاليف الراس ولا حاجة قولك ما نعتيش ربعاليف أنا الجورناتي بعاشراليف ما تعتيش يلزم دولة تلقى حل الناس هذو ما بيش يمشي ويخدموا عندهم حتى فراك بيش ينحيوا حتى دينار من عاشراليف ليخدموا فيهم بقلاش ساعة خدمة هو من غير العادي أنا ما تطوص عاشا ليف دينار من غير العادي أنا ما عندهمش تغطية اجتماعية ما تكون Lösung عمان أنت مقنن كل شي؟ مقنن كل شي؟ وشركات وسينة السؤال ah ودينارき إلى ماこれClNA determinants ولايوم عندي قطاع كامل مهمش والناس بتخلص عاشاليف النهار وما عندهمش ياتغطية اجتماعية بعدerme ما عندهمش يتغطية امفاد أعمل عاسرية انا نحكي على حاجة مثلا تتفكر ماريلي فييت هناج بتراه غير معقول التماطم تتبيع الفلاحي بيحها بثلاثمائة مليم وتخلط لك انتي بثلاثاليف واقل لي احتكال وهاب ما اعمل ديسانت واعمل قوانين واعمل كل شيء المشكلة غادي تشخيص يخرج من البحر التريليا تتبيع بثمانية الاف وتسعمية تخلط لنا احنا عند الحوات بثمانية وتلاثين دينار وثمانية مية غير سليم غير سليم ولكن ما لقينا لشها لحلول ربي يرحمها المرأة ربي يصبر عائلتها انه لله وانه اليه يراجعون تم حاجات وليها تجدك عليها غلب في بلادك خاطر يفوتوا فيه يسولوا يسوع مش لازم هذي حل نلقاولهم حل نساذوا بش مايموتوشهم ساكن هم عايشين موتها معناها بالحية او مو على الاقل مايموتوش نذكر والله نذكر اللي تموانياج ما سوني برشا وكانت من احسن الحلقات اللي عملناهم المرأة هي وبنتها واختها منعوا ولا ولو يقسموا في رواحهم سونيا مايمشوش في نفس الكاميونة بش مايموتوش تلاثة بش كانت تقلب كاميونة قالت ما نموتوش تلاثة ما تصيرش غلبة في دارنا تموت واحدة ويقعد وزوص وعلى هذي ابني وكل الناس هذو ما عنده بطاق تعريف وعنده باسبور تونسي عنده باسبور تونسي يلا نمشيوا للاخبار الموالي نحب نيخ ورايك ناقيب بعض الاسماء تقريبا تعرفت في علاقة بمهرجين كارتاج نحب نهنيك رسمي سيشارك رخب علامة نصيف زيتون أحمد سعد محمد حمائي يذوما كل بش يكون حاضرين على مهرجين كارتاج الأثري حبناء خورايك فما اسماء أخرى فما سابل بش يكون حاضر فما رؤوف مهر فنان حبوه برشا فما فاذل جزيري عنوان العمل اللي نتعو بش يكون محفل في الافتتاح ولكن من الاسماء العربية خليني نقول فما اسماء أخرى غربية فما كما قلت راغب علامة أحمد سعد محمد حمائي ونصيف زيتون رغب علامة وأحمد سعد ونصيف زيتون هني الحكومة اللبنانية وهني الحكومة المصرية هذا شيء لا يعنيني وانتي بالنسبة لك انتي انا اي 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 ما تخسرنيه يا مخدد ما تخسرنيه لا 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 فانت سيزون أنا اليوم مدعم راني في الفاكوس نبعد نخمم في كل شيء أنا اليوم مدعم أخويا بكابتان قوي ياسر ناصر البدوي معي بكل صراحة معانتها باللهي ماذا سيضيف راغب علامة والزيتون هذه يا مرخنا لا تنبس بالألقاء ناصف زيتون ناصف زيتون ناصف زيتون زيتون وراغب علامة أحمد سعد وأحمد سعد ماذا سينفعوننا هذا الثلاثي ما نقش واسمعناهم والدنيا فدينا اسمعنا لغاني حفظنا شوف روف مهر والله العظيم فرحتي كبير الرؤوف محلى ويغني ويهبل فهمني وتحسوا سمحني نقاسي تعليق تحسوا متخربش لحجر بش نتوفي تحسوا برشة برشة بتبيعت الحال صاب الربيع متاعنا فهمتني المحفل كيمة عملت النوبة وكذا وأعتقد أنه فاضل جزيريا مرة أخرى بش يسجل هدف معنتها ذادي يعليش عندك مشكلة مع النجوم العرب عليش تكر النجوم العرب مشكلة كبيرة مثلا مش فلوس وباقي نعطيه نخلصه بالدفيز وبالدولار في البراينية ما هوش معقول على الأقل مثالش يا أخوية هرانا نحبوكم ونمتوع عليكم لكن مش الموسم هذي عديونا الموسم هذي يا أخوية ومن بعد مرحبا بيكم مرة أخرى أغانيكم أحفظناهم وشربناهم وكليناهم وقليناهم وشويناهم يا ناكيبرا مشكلة فن لا مشكلة فن لا الفن ما يعترفش بحدود الفن ما يعترفش ببيلوقراتية عندك رحق ما تتصورش فنين تونسي لبرا يحط ساقه في بيروت ما هو علينا فيو شيخانيوة أهو عدم ما لا أدخل معرجان بيت الدين كان عندك أكتاف شنو عندك حتى كرام علي لاتيفة ما تغنيه سابر لطفي محمد الجبالي كل ما تغنيه لبرا انتي ما غنيتش لبرا شكون تعليش ساميني في حاجة بيت الدين لا ساميني لا صعب صعب كبير ياسر هم هنا داخل خارج أهلا وسهلا عندك السالان دكير كان جيت انتي مدير المهرجان أدومة الاربع ميت العوش أدومة على لبناني قاسة من بالله لا يعطبه حتى 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 قرام تونسي أزمة كبيرة متى مش فلوس يا سيادة الرئيس يا حكومة يزي ولي تشكت هين عمدنا متى مش فلوس وكي مارك أي نيابة تتحرك نيابة تتحرك أهلا اسمعني انتي لو جيت مدير المهرجان رب يعرف ش يعمل مش متحرمنيش فكرتها رب يعرف ش يعمل اي شكون جيب من نجوم العربي حتى 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 النجم عربي ولا تعطب واحد منهم عنها مشكلة تعفلوه توريطة نقيب شعب وي ثم أسماء مظلومة في تونس أوكي معاك أما فما مش خطر تونس يطلع اي يا بي تحب تجيب من نجوم عربي جيب زياد رحباني يا بابا القيمة الموسيقية والإبداع والعبقرية والتحب بنتي راغب علامة سناء العام جاي علامة راغب راغب علامة عنده تقريبا يا نقيب أكثر من عام ما غنيش في تونس ريتين أكثر من عام معني أولا كل علوش أكثر من عام عام ما شفنيها شراب عنده غنية جديدة عنده غنية جديدة حادم حرام عليكم راغب علامة يعبي نقيب يعبي لواجي يعبي وفنين عنده جمهوره وفنين عنده نس تحبه وورا كل ما يطلع على مسرح كارتاج يعبي كارتاج كل ما يعمل حفلة ماشاء الله نصيف زيتون كيف كيف عمل حفلتي عب كيف كيف أحمد سعد اليوم هو فنين عنده جديد وعنده عدد من الغنيات اللي معروفين بلي لحظة خلنا كمل نقيب لحظة بقى أنا مع مبدأ التناصف مع مبدأ أنك تجيب فنينة وتعطيهم حقهم وتعطيهم الفرصة أنهم زيدا هما يكونوا موجودين في مهرجين كارتاج يعني غالط أنك تقسيهم ولا تخلي كان نجوم عرب ولكن زيدا نسكروش على رويحنا البيب ونقولوا ما نجيبوش فنينة عرب كيف ما أحنا نكمل جوز فكر كيف ما أحنا فنينين شبك هدف خين أنكمل فكرة تكملها لاي خطي تقصوا علي ما حنيو نيش يكمل كاها خبيرة الفان خطر أحنا عنا كلي ننغرو له وكيفاش نجيبو نصيف زيتون وكيفاش نجيبو رغب علينا وكيفاش نجيبو أحمد سعد حتى أحنا فنينين التوينسة هو محمد الجبالي اللي صارت عليه المشكلة وضامنا مع محمد الجبالي وقلنا كيفاش محمد الجبالي ما يطلعش على مهرجين كرتاج هو زيدا يغني محمد الجبالي في مصر حتى أومة المساروة يقولوا زيدا احنا ما نحبوش في وين سيجيب ويغنيو واسمه مهرجين كرتاج الدولي والا شخته المشكلة الأخرى نقيب تفهم بطيتر أصوات تونسية مزي هنا حب ولا تكره ما يعبي لكش كرتاج ما يجيب لكش خمسين في كرتاج ما عندوش إنتاج ما عندوش غنيات يحفظها الدوكية ما هيش صوت فقط ما هيش هي مبارزة أفضل الأصوات هو سيانتو صوت غناء ريبرتوار شو جماهيرية زيدا نجيب عرض نحط فيه ناصر البدوي يغني غنيتين صوتوا به أما ما يعرف ما عندوش جماهيرية ويحضروا له عشرين أنا بالنسبة لي سهرفيش المراوحة ما بين الفني الترابي والنجاح الجماهيري مهمة أحمد سعد اللي تحكي ليه بربي أدعوك أنك تحط الكاسك حط الكاسك لحظة نقيب حط الكاسك أدعوني اسمع على غناية نقيب واسمع على كلمة تعطيني سيدة روح المديرة جيت تشتع ثيمة بيرو جيت تشتع هذه هي مشكلة كبيرة اللي احنا ندخلو الفين بركة متفرش هو انتم اللي تشتحوا توا تعاملوا في دعاية للبراينية نقتلكم نهددكم بالقتل نهدد الجريمة طيب هروح معنى انا عطيتك الحرية تعوم وتقتص في تموع شكيت للرئاسة وتهدد فينا بالخطر نهدد فيكم مين حطوا ترابوا بيروت لبنان تعليش ترابوا تونس معنكم تعديوا كان في اللبنانيين وعمت ساعدة دي صوتوا كانوا خضارة مش عدو الفرح عدو الغبطة الغبطة والقرح بعد الافاسل نرجع نكملوا نخاش نعملنا نكيب في كنف الروح الرياضية احنا نخليه الجماهير جماهير ايه جماهير العربية بعد الافاسل نرجعوا للبلاتو جوتو برومين عاود هيلكم عاود هيلكم تسمعوا الرفماك مثل الجمعة اشتركوا في القناة